عرقيل في تطبيق قانون الصفقات العمومية الجديدة يتمثل أهمها في صعوبة تزيد مشاريع الشراكة مع الأجانب على المستوى المحلي حسب ما أكده خبراء في ملتقى وطني نظم بعين تيموشنت لدراسة هذا القانون الذي جاءت فيه بعض التعديلات التعديل الأول في الحقيقة هو خاص بالمؤسسات الأجنبية وإن كان في البداية قال لك لا بد تكون الشراكة مع مؤسسة جزائرية في نفس النشاط ولكن على مستوى المحلي صبح ما أصبح مشاكل خلوها في الحقيقة إلا في بعض المشاريع الكبرى مشاريع الكبرى أبقى هذا التنفيذ هذا فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية وإن صبحوا قال لك لا من تبقوش حرفيا المرسوم الرئاسي 1033 ولكن يكون الإجراءات حسب قانون الأساسي لكل مؤسسة اقتصادية ولكن بشرط لا بد تكون بالمصادقة بالمجلس الهيكل الاجتماعي غرف الصناعة الولائية مطالبة بتوضيح الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد غرف الصناعة معنية بقانون السفقة العمومية فمن الواجب أنه المسير مدير أو إطاع مكلف بهذا الموضوع أنه يطالع على كل الترتيبات الواردة في قانون السفقة العمومية المشاركون في الملتقى أبدوا استحصانا كبيرا للنصوص القانون قطع صناعة التقريدية يخضع لرقابة سواء رقابة داخلية رقابة مفتشية المالية أو غيرها سنتان فقط عن إصدار قانون السفقات العمومية الجديدة لتظهر فيه الثغارات بعد تلك التي تم سدها إثر تعديلات أدرجت فيها ثغارات تحتاج إلى إعادة نظر أمر يعيد طرح معضلة عدم الاستقرار التشريعي التي تسئل الاقتصاد الوطني كونها تنفر المستثمرين